إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستخره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين أدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ولا يضل إلا نفسه ولا يضل الله شيئًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءًا واتقوا الله الذي تساءلون به ونرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديداً يُصلِح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أسأل الله ليجيرني وإياكم من النار اليوم الأحد 21 ربيع الثاني 1442 من الهجرة الموافق لـ 6-12-2020 من الميلاد أيها الإخوة والأخوات نتابع شرح الشيخ السعدي رحمه الله تعالى لسورة الحجر وقد توقفنا في الأسبوع الماضي عند الآية 51 ويقوله تعالى وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمِ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمِ بعد أن قال الله عز وجل نَبِّئْ عِبَادِيَ أَنِّيَ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمِ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمِ ثم قال وَنَبِّئْهُمْ قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمِ نَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمِ أي عن تلك القصة العجيبة طبعا طبعا قصة إبراهيم الخالي عليه الصلاة والسلام قصة عجيبة وغريبة لاقى ما لاقاه من قومه حول عبادة الله وحده ثم ما لاقاه في مصر عندما مر منها ثم إلى آخره فقصته مع ضيف إبراهيم الضيوف الذين جاءوا عنده قاصدين ابن عمه لوت أو ابن أخيه لوت نبيهم عن ضيف إبراهيم تلك القصة العجيبة فَإِنَّ فِي قَصِّكَ عَلِيْهِمْ أَنْبَاءَ الرُّسُلُ وَمَا جَرَى لَهُمْ مَا يُجِبُ لَهُمُ الْعِبْرَى وَلِيْسِدَأَ بِهِمْ خصوصاً إبراهيم الخالي عليه الصلاة والسلام الله أمرنا أن نقتدي بالأنبياء عليه الصلاة والسلام في كل شيء خصوصاً بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا الله أن نتبع إبراهيم وأن نتبع ملته وضيفه من هم؟ الملائك الكرام أكرمه الله بأن جعلهم أضيافة صلى الله عليه وعلى نبينا محمد وعلى جميع البياء والمرسلين إذن أيتم الإسماء ربي سبحانه وتعالى النبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبر القوما تخبره في القصة من سيدنا إبراهيم الخاليل عليه الصلاة والسلام لقد ترسي ما هو الضيوب ضيوب أختنع فإنني إنه أن في القصة إن شاء الله الضيوب حسناً ما هو الضيوب آخر نفسي آخر نفسي الضيوب لقد اكثر أجز يوجد سابقاً غ initiated 20 ملوطة هذا يتعلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله عز وجل قال اشتركوا في القناة 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 الله لا يفعل فطولمه ليس لن يفعل نکسته يفعل نكسته يفعل نكسته كمیں تلاجعучي ليس لإسلام لكن تلاجعات من الكثير لديلم من قل في سيارة يُفعلون قلت يُفعلون يُفعلون تلاجون كل هذا سبب سيد فعلا سيستع يتعامل ألاسان lazلك سيستعر خلال مرة وظلع لبعجئ things لكنهجب sharp اجتب خلال وظلو أن يتعامل من أولاً من الدخول لديهم أيضاً يَدَعَمْ يَنْكُنَيْ سِرت ويَا مَنَنَجَا رَيْهُمْ وَغَرِي قُلِبَ رَيُمْ وَرَيَرَ أَنَ إِنَا كَالَعُّ اصحب الكثير مثلنيULL مدد إنهم مغاربون أموري فإنهم نفسهم يعني أنهم يتفقون فإنهم فتاة وإنهم يعني أنهم يقول إنهم يتفقون لكن يتفقون أنها تقرأ افتاح مثلاً وهدنهم على الجزء يعني لذلك هدت الإفلام يجب أن ترغب أن تكون المشكلة في الواتساب لأنه يجب أن تتمنذ أنه يتمنذ الأفلام ويجب أن تشكفه ولكنه يمكن أن تغريبك، أن تحفظه مك سأستلمك ولم تقرأ ولم تظل حافظنا الله وإياكم الآية 51 قلنا قالوا تعالى وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَنُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ هذه الآية لنخسين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ في الآيات الأخر وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قال سلام فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ قال له سلام أسلموا عليه أسلموا عليهم لكن هنا ما بانش إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ رَدَّ عَلَيْهِم السَّلَام في الآيات الأخر في سورة الدالية مثلا في سورة هود رَدَّ عَلَيْهِم السَّلَام إِذَنْ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ إِذْ دَخَنُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ خايفون خايفين نحن خايفين منكم دخلوا عليه قال الشيخ السعد رحمه الله إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما أسلموا عليه فرد عليهم كما قلت لكم كان عندنا آية أفران لكتبين أنه رد عليهم سلام قال إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ خايفون لأنه لما دخلوا عليه وحسبهم ضيوفاً دهب مسرعاً إلى بيته فأحضر لهم ضيافتهم عجلاً حنيداً فقدمه إليهم لا إله إلا الله ما هذا الكرم ما هذه الشجاعة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي بنى لله بيتاً في مكة هو ابنه إسماعيل يأتيه ضيوف يدخلون عليه لا يعرفهم مش يعرفهم مش يعرف عليهم لا ما عرفهم ولا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إليها دي أود كي سنوني شلوي سنكي اللي كوني اللي كوني با إلا حسين اللي كوني كيف كيف وفاق أشنو درجتنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لا في كوا أه ذهب مسرعاً إلى بيتي أنا البيت الضيوف دائماً كتكون شوية براء دخل البيت ادبوح العجل ودروفه إتشواء وجابوا ليهم وحطوا ليهم العجل هذه هي الضيافة هذا هو الكرم يقولوا لي يا تنيا وأسدنا الطلبة قال لك غير من عندها ومشي من عندنا يبقى لا سيدنا محمد كان كريم وهو الطالب الكبير سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كان نبي كان رسول وطالب من كبار طلبة معنا معنا وكريم بنت عليه الشيء شوفوا الكرم دين وكريم لا يوجد من عندك لأنه سمعت الكرم في الجامعة يقول لهم الكرم 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 لأنه لديه شيء يكرم بهان المسلمين قال للمرأة المسكينة سمعت ذلك ومشاهد بحدك ساكنت الضرد وكانت تكون أحد الجامعة سمعت للمرأة ومشاهد بحدك لأنه لديه شيء يعطي الله ومشاهد بحيث بوسيقى قال لي الكرم هذا كرم الله يكرم المكرمين يقولون يا سيدة الغرام من عندكم من عمسي هذا إسراف قال لي هذا إسراف لا حول ولا قوته إلا بالله هذا إسراف يقولوا عليهم ولكن كينين كينين طلبوا كرمة وكينين شحاح فرانك ما يخرج ولكن كينين طلبوا كرمة الخير غير مدفق اللي جاء يأكل الله يزيدهم ولكن نشد اللي يحبس الله يحبس عليه الخير ديره إذا سيدنا إبراهيم الخالي عليه الصلاة والسلام مشات باعجل وشواه جابوا لمحطلهم فلما رأى ديهم لا تصلوا إليه خاف منهم أن يكونوا لصوصاً أو نحوه لم تكن أتجنعهم لم تكن أكله ولكن ما يحبس على الملكة لا يعملون الأرى كون عرفوا كون 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 لا تمشيش الدباح لقد بلهم وضعوا لهم شوا بعجل حنيد وفي الرواية سامين محطوا لهم عندما يعملوا يوم يمشيش لهم كلهم وخاف منهم هذا هو الوقت الذي قال لهم إنا منكم وجلون نحن خايفين منكم قالوا لا توجد وتخاف نحن نرى ملائكة ملائكة لا يأكلون ولا يشربون قال تعالى في آية نخرى ولقد جاءت رسلنا بإبراهيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما نبث أن جاء بعجل حنيد فسمعوا الطلبة فما نبث أن جاء بعجل حنيد عجل تجاجة صعبة عليك قالوا هذا يسراف أين سأذهبون؟ لما سأذهبون لهم؟ الله يصلح على الأحوال لذلك هؤلاء 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 من جاء الضيوف إبراهيم بالخالي هؤلاء من جاء الزراء إنسا مرحبا بكم دخلوا هؤلاء من جاء الزراء هؤلاء من جاء الزراء هؤلاء من جاء الزراء ويقوموا بكم إبراهيم بالخالي ويقوموا بكم ويقوموا بكم ويقوموا بكم ويقوموا بكم من حنيد هذا هو الكرام قالت الكرام ويقوموا بكم ومن يوقى شحا نفسه فأولئك هم المفلحون باركة يا باركة طلبة باركة باركة عليكم من دكشري غير من عندهم من عندهم من عندهم لا خليهم من عندكم هذا الخطراء خليهم من عندكم هذا الخطراء بل مرات كان بيصر الله عليه وسلم كريم كان بيصر الله عليه وسلم يعني لا كرامه لا يعرف عند إنسان آخر اللجاك يمشي نحن اللجاك يخبيون فأنتمشي وتخليهم من شميت يكلهم من وراك إذن إفتاق إرسيبوه كنتور يشبوك 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 الضيوف العصر يشبوك يشبوك ويشبوك 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 إنا منكم وجيلون نخصص زيتون عندنا قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام العلم سيأتي معنا إن شاء الله الله تعالى دي لأوت دبرهم عليه الصلاة والسلام qui s'était introduit chez lui en le saluant en vérité dans d'autres versets il les a salués aussi قالوا سلام قالوا سلام ici on ne le voit pas mais d'autres il a dit ça en vérité vous me faites peur leur dit-il vous me faites peur c'est normal dès qu'ils sont rentrés chez lui qu'est-ce qu'il a fait il a couru chez lui à l'intérieur de la maison il a égorgé un veau et il a mis sur le feu et voilà qu'il a ramené en me chui devant toi il a posé c'est ça la générosité c'est ça de savoir qu'est-ce que c'est un autre c'est ça l'Ibrahim c'est c'est la générosité il est là-bas il est chez eux donc cher sa'adir explique que ce verset signifie qu'ils l'ont salué et qu'ils leur rendent leur salue en vérité vous me faites peur leur dit-il pourquoi il a dit ça parce que lorsqu'il a posé le manger et personne qui a mis sa main les autres ils ne mangent pas c'est des c'est des anges les anges ne mangent pas ne boivent pas leur nourriture c'est subhanallah et subhanallah la 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 donc il leur a dit qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent d'habitude lorsqu'on a des autres lorsqu'on pose le manger ils ont faim ils viennent de loin ils vont manger et là ils n'ont pas touché après il a des doutes il a dit est-ce que ce n'est pas des voleurs dans sa tête dans sa tête donc il a dit en vérité vous me faites peur en ce moment là ils ont dit le verset qui va venir après n'est pas encore cela parce que quand les voyants entrer et en les prenant pour des autres ils coururent chez lui et leur prépara un vœu rôtier qu'il leur apporta waouh quelle générosité quelle générosité je viens de raconter l'histoire de quelqu'un il parle de la générosité la générosité la générosité et sa femme il a entendu ça il a une poule et qu'est-ce qu'il a fait il a égorgé une femme il a le droit d'égorger il n'y a pas de problème il a égorgé le poule une poule et puis il a il a mis un cuir tout de suite avec un petit couscous et là on va y aller chez eux et la personne quand il voit ça il dit quelle générosité mais c'est bien ça toi quelqu'un à côté de lui il dit ça vient de chez toi oulalala c'est le gaspillage ça ben non ce n'est pas le gaspillage c'est l'un il a posé en vous en vous mais je suis devant eux mais quand il voit qu'il ne touche pas à ce moment-là il a dit vous me faites peur j'ai peur il croit en ce moment-là il dit que c'est des voleurs alors que quoi mais en voyant que leurs mains ne se tendent pas vers le plat il eut peur d'avoir affaire à des voleurs verset 53 donc on va refaire les deux versets قال تعالى ونبئهم ونبئهم عن ضيف إبراهيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قال إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجب قالوا لا توجرنا نبشرك بغلام عليم سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام لما بشروا بغلام حليم هذا بغلام عليم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون إذا عرفنا إسنا وجلون وجلون خايفون قالوا لا توجرنا نبشرك بغلام عليم إذن غلام عليم سيدنا إسحاق عليه الصلاة والسلام غلام حليم سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام قالوا لا توجرنا نبشرك بغلام عليم قالوا لا توجر لا تخاف لا تخاف أو تكسط هاتين نبشار سيد الغلام ريق عليم معنى أنه ردي زايد ريق وغورة ردي الغلام زياد على ريق عليم من علماء المسلمين ريق نبي قالوا إنا نبشرك بغلام عليم نحن جاينا نبشروك ولكن ما جاينا تعدوا وردك شي جاينا نبشروك وفي نواقص جاينا يعني يقلبوا القرية ذا اللوت سيأتي معنا إن شاء الله تعالى حمزة واحد من علماء هذه القراءات كي يقره نبشرك 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 قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم لكن الأغلبية للقراءة يقرروا نبشرك قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم ما يقول الناس بغلام حيث كي ينعين وحن الحرف قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم طيب قال الشيخ السعدي رحمه الله فقالوا له لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم هو إسحق عليه الصلاة والسلام تضمنت هذه البشارة بأنه ذكر لا أنثى إذن أول البشارة كانت ذكر عرضي أنه سيزعل دول لماذا سيدنا إبراهيم الخالي على السؤال سنة ستقول لي أنا رجل كبير عنده فوق 80 عام كالذي يقول فوق 100 عام المرضي عندها فوق 80 عام وتبشترني مجالة من الغنام كيف ستقل لي كتقول لي وشك تضحكوا علي أو شك تقوله كيف أحدث؟ كيف أحدث؟ لا أحدث يعني أنه كثيرا كيف أحدث؟ كيف أحدث أنه سيزعل بأنه سيزعل من الملايكين كيف أحدث؟ لأنه كان لدينا أنه كان لدينا ومن بعد ذلك يجب أن يكون هناك قوم الوط يجب أن يكون هناك سيدنا إبراهيم الخليل ماذا سنر؟ ناس إنا لا توجد أو تكسط هل يجب أن يكون هناك الشرط أولاً لأنه يجب أن يكون هناك الحيلية وفروخ سنرس مين عمسوا في الله لا توجد نرو وشيرك بغلام عليم توجد نرو وشيرك بغلام عليم فقم من نعم هل يجب أن يكون هناك فقم من نعم في المنزل المقبلة الله تعالى قال لا يجب أن يكون هناك لا يجب أن يكون هناك لا يجب أن يكون هناك نعم غطوني ما شكراً بغلام عليم في العدد نعم صفى من إبراهيم الخليل ما لاماً إبراهيم الخليل لثاني أعلى ما يتدونين وشكراًا وشكراًون سبقاً يقول ذلك أنه ما يدونين تدينين تحاولين يكون هناك ذلك رؤية Donc il s'agit d'Ishak Dans un autre verset Il dit Nous lui annonçons la naissance d'Ishak Un prophète Parmi les vertus N'ayez pas peur Nous venons t'annoncer la bonne nouvelle Celle de la naissance d'un garçon plein de savoirs Ici on ne voit pas le nom Mais dans notre verset On a annoncé Qu'il va avoir un enfant Qui s'appelle Ishaq Prophète Il fait partie des pieux Donc un prophète Parmi les vertueux Maintenant Avec verset 54 Alors on va lire déjà cela Qu'alou la t'aujel Qu'alou la t'aujel Ina nubashjiruk b'hulam عليm Qu'alou la t'aujel Ina nubashjiruk b'hulam عليm Il dit Alors l'aïe 4 Qu'alou la t'aujel Il dit Qu'alou la t'aujel Qu'alou la t'aujel Qu'alou la t'aujel Qu'alou la t'aujel من هذه البشارة أبشرتموني بالولد على أن ما استني الكبر وصار نوع إياس منهم قال ممكنش يكون عندي الولد فبما تبشرون أي على أي وجه تبشرون وقد عدمت الأسباب الأسباب يكون صغير يكون كذا إلى آخرين لكن الأسباب من عند الله عز وجل ربك يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى زكرياء بشهر الله بالغلام وهو كبير في السن والمرضيل عاقر كبير في السن وكتولد لكن بشهره قال على أي وجه تبشرون وقد عدمت الأسباب أسباب الولادة يكون لإنسان صغير تكون لمرضيله صغيرة ولكن كي يلنس عفارت إذن على أي وجه تبشرون وقد عدمت الأسباب وقد عدمت وقد عدمت يقول لك يقول لك سبحانه وتعالى يقول لك يقول لك وقد يقول لك يقول لك يقول لك يقول لك لا يقول لك يقول لك يقول لك يقول لك سبحانه وتعالى يقول لك يقول لك يقول لك يقول لك يقول لك سبحانه وتعالى يقول لك يقول لك سبحانه وتعالى 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 كده وكده كده وكده غير يجيك شي حاجة إلى آخره طيب قال أبشرتموني البشارة كل شي الناس كيبغيوها طبعا كما قلنا لكم لكن البشارة منك تكون قد تكون كيف يفرح بها الإنسان ومنك ما تقدرش تكون ما يقدرش يفرح بها الإنسان لذلك سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام تعجب أولا ما كيعرفهم ضيوف ما كيعرفهم شي ثانيا كيبشتروهم بالولد ثالثا قالوا لي إحنا ملائكة رجنا نفوتوا عند لوط عليه الصلاة والسلام إذن هذه المسائل كلها جمعت عليه جمعت عليه باش يعني يقول لي متعجب أبشرتموني بالولد تصني هناك المسائل وقصو على أن الساعة وصال نوع وياس منه إنسان تصني كيف تذلك ملاحظ عن سيد طالع طالع الضح يقول طالع طالع بطالع العلام طالع يقول نفوت وعلى أما الثاني الكباب فبما تبشرون أي على أي وجه تبشرون وقد عثمت الأسباب قالوا للأياء الأخيرة قالوا لا بداء جواب كلهم فبما تبشرون يحتاج إلى جواب لحاجة إرادة لحاجة إرادة إبراهيم ما يجب أن ترغب؟ أجب أن ترغب أن ترغب صوبة إيهو مرنسي بون نوفيل وممو جسوي بلو كن ريئيار دونيوا يقول قالوا بشارناك بالحق فلا تكن من القانطين قالوا بشارناك بالحق فلا تكن من القانطين ما معنى بالحق يعني بشارناك بدك شلي غادي يكون بشارناك بدك شلي غادي يكون خير سيخسرناك بالحق يعني بما هو سيكون الذي لا شك فيه وأن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى قال وعنتم بالخصوص يا أهل هذا البيت رحمة الله وبركاته عليكم أنا منك يتكلم على سيدنا إبراهيم الخالي على الله الصلاة والسلام ولذلك كان قل في الدعاء في الصلاة اللهم صلي على محمد وعلى المحمد كما صليت على إبراهيم وعلى أهل إبراهيم لأن الله سبحانه وتعالى صلى لهم وعلى أهل بيته وإذلك الشيخ السعدي رحمة الله وعلى أهل الله قال وإحسانه إليكم معنى أنه الفضل دي الله ربي سبحانه وتعالى كي أعطيه اللي يبغى وكي من حل اللي يبغى ربي وأن أدسيك 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 وفعلا حملت امرأته حملت معانا عندها فوق 80 سنة وحملت وحملت بإسحقه ولدته وكان النبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام قال فلا تكن من القانطين الذين يستبعدون وجود الخير بل لا تزالوا راجيا لفضل الله وإحسانه وبره وامتلانه قالوا لي ما تكنش من القانطين ما تقنطش ما تقنطش من رحمة الله والإنسان المسلم لا يقنط من رحمة الله طبعا لا يقنط من رحمة الله فلا تكن من القانطين الذين يستبعدون وجود الخير المؤمن لا يقنط المؤمن يجب أن يكون دائما عنده يعني في نيته إحسان وخير دائما يستبعدون وجود الخير دائما يستبعدون وجود الخير سيدنا برحمة الله طبعا سيدنا برحمة الله طبعا سيدنا برحمة الله طبعا تقول أن يتفوق وقال بحقه تقول أنه يتفوق وعمل سيدنا إبراه مخالي تقول أن يتفوق وحقه أنه يتفوق وحقه وحقه لدى ليس يتفوق وحقه وحقه يتفوق كنه يتفوق على كنه شرح سعدي رحمه الله تعالى يقولون أن هذا يشعر أن لا يسأل أن لا يسأل من أكثر من أكثر لأن الله تعالى أمني كتاب أيضًا المزاريكورة الله وهاية بنية تنظر أمامه أمامه إبراهيم الخليل أعلى سلام أبراهيم أعلى سلام لا يجب إسرائيًا شير سعدائي رحمه الله تعالى يقول الله تعالى تقول للمسيز dough من رقيق عبري semblable l'existence du bien alors qu'il faut toujours garder l'espoir dans les faveurs d'Allah et ça on a besoin de tout le temps il faut toujours garder l'espoir dans les faveurs d'Allah Allah il peut donner quand il veut il peut en le voir aussi quand il veut ça vient en science dans ces dons et ça généreuse Ibrahim le répondit en ces termes au verset 56 donc on vient de faire 5 versets comme d'habitude espérons que les frères ils ont appris les 5 versets certains c'est des petits versets je ne sais pas s'ils ont appris ou pas on va voir ça la semaine prochaine incha'Allah peut-être on reste ensemble la semaine prochaine incha'Allah donc juste un passage sur les 5 6 parce que il va avec le 5 5 2 2 minutes donc il a répondu Ibrahim alayhi sallallahu alayhi wa sallam 1 2 2 3 4 4 5 6 9 9 10 11 12 12 13 15 17 19 21 23 23 24 25 24 25 25 25 25 25 25 25 إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا مجاهينا وأن يفقهنا في ديننا وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد على أليه وصحبه أجمعون الحمد لله رب العالمين وأن أذكركم بأنه دائما درسنا من السمرة كما العادة كما تعرفون أننا درس يوم الثلاثة